المسك السحري لسد مسام البشرة تفتيح البشرة ازالة تصبغات البشرة ازالة حبوب البشرة وكمان اثار ما بعد الحبوب وهو اساسه سد مسام البشرة وعايز اقول لكم انه كمان بيفتح البشرة جدا وبيشد البشرة جدا جدا يعني من الاخر هتمشوا تنوروا في الضلمة تعالوا بينا نشوف طريقتها اول حاجة هيكون معنا طبعا لسد مسام البشرة ترميم البشرة زائد تنقية البشرة من التصبغات زائد تفتيح البشرة هيكون ايه هو النشا نشا الدرة اهو فويده رهيبة للبشرة هناخد منه معلقة صغيرة اوكي اهو ده كده اول مكون معنا ويعرفنا فويده طيب تاني مكون معنا هيكون ايه هيكون دقيق الرز دي الرز ده عايز اقول لكم ده سر جمال بشرة الكوريين بجد بيقفل مسام البشرة بيخليها مقفولة زي بشرة البيبي بالزبط زائد بيشيل التصبغات من البشرة زائد بيفتح البشرة وهو حلو جدا جدا للبشرة هناخد منه نفس مقدار بنشا الدرة هناخد منه معلقة صغيرة اوكي طيب ده كده تاني مكون تالت مكون للمسك بتاعنا هيكون عسل نحل طبيعي اوكي هناخد منه معلقة صغيرة طبعا عسل النحل هو مضاد حاوي طبيعي مطهر للبشرة زائد كمان انتي بكتريال مضاد للبكتريا الفطريات حلو جدا كمان انه بيطهر البشرة يعني بيطهر تطهير عميق للجلد انه اصلا يظهر حبوب على سطح الجلد تمام طيب زائد انه هو بيشد البشرة زائد انه هو بيسد مسام البشرة زائد انه هو بيفتح البشرة وبيرطب البشرة وبيشيل التهاب البشرة كل دي فوايد عسل النحل للبشرة طيب اوكي دلوقتي تالت مكون هيكون معانا نص للمونة طبعا اللمون معروف جدا فيتامين سي طبعا زائد انه هو بيفتح البشرة زائد حلو جدا 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 كمان بالذات المفاول بتاعه مع النشا بسد مسام البشرة اوكي فاحنا هناخد نص عصير لمونة وعلى فكرة عايز اقول لكم المسك ده مناسب لجميع انواع البشرة معادة البشرة الحساسة استغنوا عن اللمون اوكي وهيبقى مناسب جدا 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 لاصحاب البشرة الدهنية زائد كمان ان المسك ده حلو جدا للناس اللي عندها حبوب او بشرتها بتفرس حبوب بشكل مستمر اوكي ده كده المكون الرابع دلوقتي بقى المكون بتاعنا التحفة الجميل قوي شايفين ده مية روز شايفين النشا اللي نازل من الرز ده مهم جدا جدا فلما ناخد مية رز ده طبعا كانت آآ نص كباية رز عليهم مية عليهم نص كباية مية طبعا سبتهم من بالليل للصبح لحد ما نزل النشا بتاعه اللي انتو شايفينه ده طبعا بنقلب النشا كويس جدا قبل ما بنحطه على المسك شوية النشا دول يعني فيهم الشفة بجد هيخلي البشرة تنور هيفتح البشرة هيسد مسام البشرة حلو جدا 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 مية الرز اوكي طيب هناخد منه قد ايه هناخد منه معلقتين كبار اوكي طيب ونقلب كويس نتأكد ان العسل ده بكويس قوي في المكونات هو خفيف شوية فاحنا هنزود شوية نشا كمان او دقيق رز او ده على ده عشان النسب تكون متساوي نفضل نزود كده لحد ما ايه ما يبقى القوام بتاعنا مزبوط وهنضيف دلوقتي معلقة كبيرة من جل الصبار طبعا جل الصبار الطبي جل الصبار الطبي ده طبعا عايز اقول لكم انه هو فويده كتير قوي يعني هو فيتامين اي فيه فيتامين اي وسي و اي يعني النضارة للبشرة وشد البشرة تفتيح البشرة زائد حلو جدا جدا لسد مسام البشرة وحلو كمان قوي 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 للحبوب للناس اللي عندها حبوب هنقلب كويس جدا نقلب لحد ما نحس ان القوام بقى كريمي كريمي سايل يعني مش كريمي تقيل ما يبقاش عامل زي الكريم لو عايزين تعملوا كمية من المسك ده اوكي اعملوا بجل الصبار وكل حاجة وتقدروا تشيلوه في التلاجة وتستخدموه وقت الحاجة اوكي طيب اه لكن يعني لو هتعملوا كمية وتشيلوه في التلاجة تعملوا ايه بقى ساعة الاستخدام تاخدوا على قدكو وتعصروا اللمون يكون فريش ليه لان اللمون بيت اكسد طبعا لان فيه فيتامين سي فهي اكسد المسك فاحنا مش عايزين ان المسك يتاكسد معنا وعايزين نستفيد من كل مكون جواك اوكي كده احنا خلصنا ده بيكون القوان بتاعي بيكون كريمي شوية عامل زي اللبن الرايب بصوا ما بيكونش تقيل قوي ماشي طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه هنجربه سوا طبعا على بشرة نضيفة تمام مخصولة ونضيف وبعد كده نبتدي ندهن بس بلاش المسك ده بلاش يكون تحت العين اوكي يعني بس يتحط على الخدود وطبعا باقي الوش لكن العين نبعد تحت العين ليه نبعد تحت العين هو مفوش حاجة بالعكس الدور لكن اه ان احنا بنبعد تحت العين لانه هيشدها قوي احنا مش عايزين نسبب التهاب للجلد تحت العين نركز على المناطق اللي فيها مسامات نسبب التهاب للجلد تحت العين لانه هيشدها قوي مخصصاً نسبب التهاب للجلد تحت العين ليه نحوش حاجة بالتحرق كده. طبعا انا حطيت ناحية هنا بس لان انا مش عايز اعمل وش كله اوكي? طبعا تقدروا تعملوا الوش كله معادة بس تحت العين ما تجوش تحت العين. اوكي? عشان لما بينشف بيتشد قوي فاحنا مش عايزين تحت العين يجرى له اي حاجة. المهم بقى المسك ده هقول لكم كده طريق تستخدامه وكم مرة في الاسبوع? وكل حاجة. اول حاجة استخدامه ازاي? طبعا الناس اللي عندها مسامات واسعة بتستخدموه تلات مرات في الاسبوع. اوكي? طيب. دلوقتي انا حطيته على وشي. اسيبه وقته قد ايه? هسيبه لحد ما ينشف خالص وحس ان بشرتي مش دودة قوي. بعد كده اما اوصل للمرحلة دي. ادخل اخس الوش. اوكي? بمية دافية الاول بعد كده مية سقعة. اخر شطفة وشي لازم تكون مية سقعة لان المية الدافية بتفتح مسام البشرة. اوكي? دي كده كل المعلومات الخاصة بالماس كده. جربوه هيعجبكم اوي اوي اوي. زي اده ان انا هقول لكم بعد مخس الوشي نعمل ايه? بعد غسيل البشرة عشان نسد المسام اكتر واكتر. استنوني هينشف وهرجع لكم تاني باخر جزء في الفيديو. خلاص كده? فات بالزبط تلت ساعة على المسك. هقوم اخسله وهرجع اواري لكم النتيجة. شايفين شكل البشرة عامل ازاي? لمعة نضافة الوش بيلمع جدا جدا جدا. يعني كده البشرة مشدودة شكلها صحي وحلو. اوي اوي اوي. طيب نحطه في منديل كده. ونبتدي نمرره على وشنا. طبعا بنحطه في منديل او في قطعة قماشة. ليه بقى? لان لقدر الله التلج مباشرة على الوش ممكن يفرقع الشعيرات قدام وهيه. فاحنا نخلينا في الامان ونحط التلج في قطعة من القماش او الشاش او منديل. اخر بقى خطوة شايفين مية الرز اللي احنا شناها دي. هنجيب قطنة اللي هو زي كده. وهنسقيها في المية بتاعة الرز. اوكي? دي كده ايه? اول خطو. نعصرها شوية وبعد كده نحطها ونحط عليها قطرتين من زيت شجرة الشاي. طبعا زيت شجرة الشاي هو مضاد حاوي طبيعي. كمان مطهر للبشرة. زائد هو مضاد للبكتيريا والفطريات. فهو حلو جدا زائد انه بيسد مسامل بشرة وحلوة قوي لازالة الحبوب. هنحط بس قطرتين مش اكتر. ونحاول يعني ندمج المية مع الزيت. اوكي? وبعد كده نمسح والشنا بيه. بصوا كده. بس كده زي ما انا بعمل بالزبط كده. ده ليه? بيسد مسامل البشرة بشكل مش طبيعي. زيت شجرة الشاي. زائد حلوة جدا جدا للناس اللي بشريتها دهنية. وبيطلع لها حبوب كتير. طبعا ممكن نعمل على الوش كله عادي جدا. نبعد عن منطقة تحت العين. ليه? لان هو بيكون شوية. عشان ما تحسوش بحرق بحرقان او كده تحت عينيكو. بس كده. ودي كده النتيجة انها ايه? مسام مسدودة وش منور ومشدود مفيش حبوب متفتح حاجة كده عظمة على عظمة. صدقوني المسك ده هيفرق معاكم كتير جدا جدا للناس اللي عندها مسامات فوق الشهر. وهو فويده كتيرة جدا زي ما قلت لكم في اول الفيديو. لو عجبكم المسك كل حاجة ادنمت. ما تنسوش تعملوا لايك كتير. شير اكتر وما تنسوش تعملولي فالو على الانستجرام والفيسبوك باسم كريمز استوديو. وكمان صفحتي التانية على الفيسبوك كريمز استوديو اوفيشل. اتمنى تتبعوني عليها. على قناتي على اليوتيوب باسم كريمز استوديو. وكل حساباتي على السوشال ميديا باسم كريمز استوديو. نشوفكم في وصفة جديدة. حلقة جديدة. فكرة جديدة. سلام.